الرئيس الجزائري يقدم رشوة على المباشر للصحافة الموريطانية ظهر الرئيس الجزائري وهو يعطي أوامره لأحد المسؤولين الجزائريين لبناء دار الصحافة في موريطانيا وذلك خلال تدشينه رفقة الرئيس الموريطاني محمد الضغزواني معبرا حدوديا بين الجزائر وموريطانيا بمنطقة تندوف الخميس الماضي وأخبرت بونا الرئيس الموريطاني أمام عدسات الكاميرات بأنه كلف أحد المسؤولين ببناء دار الصحافة في موريطانيا بتمويل جزائري وهما ترجمته بعض المنابر الموريطانية المستقلة على أنه رشوة مفضوحة من بلاد الكبرانات لإخراس الأصوات الحرة في موريطانيا ويأتي هذا المستجد بعدما هاجمت الجزائر الصحافة الموريطانية عبر صفراتها في نواكشوت خلال وقت سابق متهمت إياها بخدمة أجندات أجنبية لبلد معروف بعدائه للجزائر قصد مضايقة التعاون الجزائري للبوريطاني